إذا كانت تلك موهبتها وهذا هو جمهورها فما سر وصلات التفاعل بين الإعلامية السورية هبا حيدري والجمهور السعودية ومن ضمن لحيدري القدرة على سرعة الوصول إلى مرادها على الشاشات ولماذا رفضت العمل في مجال التمثيل تعد الإعلامية السورية هبا حيدري واحدة من المذيعات الأكثر تأثيرا بين جمهورها ترتبط حياتها بالعديد من المفارقات فهي سورية أولدت في المملكة العربية السعودية حيث كان مقر عمل والدتها هناك ولعل ذلك يفثر الودة بين هبا وجمهورها السعودية كنا نريد تسميتها قمر هكذا كانت والدة الإعلامية السورية تنتوي تسميتها بينما نصحتهم الطبيبة بتسميتها هبا حيث ظلت أقرب الناس شبها بوالدتها ولطالما تعلقت بها كثيرا وبرغم حرص هبا حيدري على التزان إطلالتها على الهواء حيث تعتبر الهواء أكبر تدريب بالنسبة لكل إعلامي وبرغم ذلك لم تخلو مسيرتها المهنية من مواقف محرجة على الهواء حيث انتقلت إلى قراءة النشرات السياسية في إحدى مراحل عملها الإعلامي والذي وصلته حتى طالها موقف لم تكن تتوقعه كانت هبا حيدري مضوطة ذات يوم أثناء تقديم إحدى فقراتها أكانت تستضيف شخصية مؤثرة وأثناء إنهاء الحلقة كان عليها أن تقدم الشكر إلى الضيف بعد إنهاء المداخلة معها على الهواء لكن الإجهاد الذي أثر في ذلك اليوم على هبا دفعها إلى أن تقول للضيف بعد إنهاء المداخلة أهلا بك بدلا من أن تقول له شكرا لك فتعرض الضيف لصدمة بينما ضحكت هي والمخرج على تصرفها الوقار والاتزان الانفعالي الذين يلازمان هبا حيدري في تقديمها برامجها وفقراتها ربما تأخذ منه راحة مؤقتة في حياتها وعلاقاتها الشخصية وسبق لها أن دخلت تحدي كرة قدم مع زميلها أثناء إحدى البرامج وبررت ذلك بأنها تريد تغيير الفكرة السائدة عن موقف سيدات من كرة القدم الإحراج لم يترك المذيع السورية حتى حينما تمت اصطدافتها ضيفة فخلال حضورها برنامج أسرار الآن سألها زميلها عن رأيها بشأن الارتباط فحاولت الرد بشكل دبلوماسي لترد صريحة بعد ذلك بأن هذا السؤال لا تحب أن يتم توجيهه إليها أما عفويتها فقد لازمتها في برنامجها المشهد تاغ والذي نال اهتمام الجمهور تركت حيدري زملائها في قناة ام بي سي في حالة قلق بعد تعرضها لأزمة صحية في عام 2019 لكنها تعافت لاحقا وظهرت في مداخلة على القناة لتكسب بها تعاطفا كبيرا من الجمهور الذي كرر عبارات دعاء لها بشدة وهو ذات التعاطف الذي كسبته الإعلامية حينما تعرضت لأزمة مماثلة أثناء سفرها في ذات العام إلى هولندا أما بشأن رفضها العمل في تمثيل فتعتبره هبة حيدري أمرا صعبا ترجمة نانسي قنقر